في ليلة كده الناس كانت أهدا في أمان الله بتتفرج على مصرحية اسمها يانا يند وإذا بالفنانة هياتم نازل عجل في مجدى الخطير على المصرح والناس مش فاهمة حاجة خالص وكل الصحف كتبت وقتها عن الحاجة الغريبة دي وبعدها بشوية عارفوا إيه اللي حصل من اللي اتكتب في المحاضر طبعا كل واحدة فيهم عايزة تثبت إنها بريئة هياتم قالت إن مجدى كانت شربة ومجدى قالت إنها اتاكل عليها فلوس وقصة كبيرة وقالوا في التحقيقات حاجات أصعب بكتير إيه اللي حصل بالزبط في العرض المصرحي ده وإيه السبب وكمان هنشوف الصورة الوحيدة المتسربة على اللي حصل على المصر وكتبت الجرائد هياتم تعطي مجدى الخطير على الأسخنة على المصر تعد الفنانة هياتم من الفنانات التي أصرنا الجدل تلت حياتها الفنية سواء الأدورة الإغرائية التي زلت علقة في أزهان الجمهور أو مشاجرتها مع الفنانات ولعل من أبرز تلك المشاجرات المشاجرة التي وقعت بينها وبين الفنانة مجدى الخطير واعتبرت الواقعة من أشهر الخلافات الفنية على المصرح وكانت مصار جدل كبير على صفحات المجلات الفنية ففي يوم 25 ستمبر عام 1997 قمت الفنانة الراحلة هياتم بالاعتداء بالضرب على الفنانة الراحلة مجدى الخطير على خشبة مصرح الرحيل وفور وقوح حادثة الاعتداء قررت الفنانة هياتم فعلتها وقتها فأن السبب هو عدم تقاديها وحصولها أجرها عن أداءها في المصرحين وأوضحت هياتم خلل استضافتها في برنامج حوار صريح جدا مع الإعلامية منع الحسيني قائلة كان شيء سخيف ويكسف أنا حزينة على الأخلاقيات انحضرنا بدرجة وحشة لو فيه طرف من الأطراف ما عندوش كنترول على تصرفه مش في حالة وقت طبعية ورغم تبرير واعتزار هياتم لأن الجمهور سرعان ما هاجمها وتعاطف مع مجدى الخطير التي تعرضت للعديد من الكدمات في الوجه وأجزاء متفرقة في الجسد علاوة على كسر في أحد ساقيها أصدرت محكمة جناح الأسباكية وقتها حكما بالحفص لمدة شهر واحد لكل منهما ولم يجد الطرفان من فزن الهروب من السجن سوى بالتصالح وقد تصالحت هياتم مجدى الخطير أمام محكمة مستقنف الأسباكية ليصدل الستارة على اتهمتهم المتبادلة على صفحات الجرائد على مدى ثلاث سنوات كاملة وعن رأي فنانة هياتم في فنانة مجدى الخطير قالت علاقت بيها جميلة وست بحبها وكان صعبان عليها الظروف اللي مرت بيها كأي ناس زملاء في أي مجال ما فيش وجه مكرنة بيننا الخلاف كان سببه أن فيه ناس كتير دخلت في النص وبيحملوا النفوس ليهم مصالح شخصية الخلاف وصل لإسم الشرطة وتعدت علي بالضرب والمسألة بورق مصبت لغاية اللحظة دي كنت مزهولة دخلت علي قطي في المسرح ودربتني كان فيه زابط بيعمل إثبات حالة والقوضة مليانة ناس وتابعت هياتم جت قطي ودربتني على غفلة بالفرشة على راسي وجابت لي ارتجاج وشدت شعري وأنا كنت مزهولة والناس خلصوني منها عزيزي ومشاهد لا تنسى لعيك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس بس لكل جديد مع أجمل رأي تحياتي وتحيات قصة الثقافة ومعلومة تابعونا